طالب عدد من الشريحة المتقاعدين في محافظة الأنبار هيئة التقاعد الوطنية الالتزام بعودها بزيادة رواتبهم التي لا تتناسب مع ظروف المعيشية في ظل استمرار ارتفاع الأسعار أنا أحد المتقاعدين اللي فينوا عمرهم بخدمة هذا البلد وجاي نشوف الفيس اللي محترك على الفيس بأنه زيادة المتقاعدين والأمر والنظر لحقوق المتقاعدين المتهالكة اللي أتعبت هاي الشريحة من المواطنين يوعدون وقبض ماكو إحنا وين صرنا من هذا الموضوع؟ كل يوم يقولون راح نزيد الراتب ونزيد الراتب للمتقاعد في سبيل ترفيه المواطن هذا اللي خلص عمره الخمسمائة ألف دينار وين نوديها إحنا جاي تخلص للأطباء يعني اللي ما عنده بيعت هسه دايح ما يقدر يجيب الوصفة ما للدكتور إلى متى راح نبقى لهالوضع هذا والله خدمة البلد عني خدمة بالمدني 25 سنة و3 شهر وفي 19 سنة و3 شهر وشوية خدمة عسكرية ومريض ولا بيت عني ولا صخام اللي يالي أو بس دي صوتوني دي يومي صوتوني باتي دي نقصوني ترجمة نانسي قنقر